شركة أبل متأخرة في بعض التقنيات وهناك أشياء التي تجيبها وتسبق الناس فيها في الجيل القادم من الآيفون ولكن ما هي الأشياء التي بالفعل يجب أن تأتي مع الآيفون الجاية؟ دعونا نتعرف عليها سواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف ونعم، شركة أبل هناك أشياء كثيرة للحين ما شفناها منهم كتقنيات وجدت عند المنافسين وأجيال مختلفة ولازم مع الآيفون الجاية على الأقل مجموعة من هذه التقنيات نبدأ نرى فعلى سبيل المثال، أول تقنية متشوق أن أبل تدمجها في أجهزتهم البصمة ورجع فعلية للبصمة في نفس الشاشة تقنية أجيال موجودة عند سامسونج وهواوي وغيرهم من الشركات تقنية الفيس آي دي ممتازة جداً وتعتبر هي طريقة الدخول الأكثر أمان على الهواتف الذكية اليوم أنا هذا والسبب أن هناك مستشعرات تستشعر ملايين النقاط في وجهكم للتحقق من هويتكم ولكن هناك عيبين لو عندكم أخو، توأم الوبع خطير وهذا الموضوع نادر جداً في العالم فنستطيع أن نقول أن هذه ليست مشكلة كبيرة إلا على الذين يستقعدوا الأمر الثاني، عندما يكون الجوانب على الطاولة فعلياً نضطر أن نشيل الجوانب بشكل كامل أحياناً نعدل وضعنا على أساس أنه بالفعل يشوف الوجه ومنها نقدر أن نفك نفس القفل نهيكم عن مسألة الماسكات والقناعات التي نبسيناها في الجائحة وألاقي كثير من نقاط الدخول في المولات عندما يثبتوا من خلال تطبيق توكلنا هنا في المملكة يجب أن يفعلوا حركة الماسك ويرفعوا الماسك الموضوع فيه خطورة، صح بيأتي تحديث ولكن ما هو بعملي مسألة الفيس آي دي في زمننا وقتنا هذا الكلام الآن هو أن أبل توفر بصمة في الشاشة مثل بقية هواتف الأندرويد الرائدة وحتى المتوسطة السبب أن أبل صارت تشوف التقنية ناضجة بشكل كبير وبدون مشاكل الأمر هذا يساعد على بقاء نسبة مشاكل وأعطاء الآيفون منخفضة وبنفس الوقت رضا العملاء مرتفع وتخيلوا لو جابوا البصمة حتى مع الجيل السابع من ساعاتهم بجسم مختلف وبصمة موجودة على جنب الجهاز يعني لماذا؟ تعطوني أبل أمان مرة عالي في الآيفون لا يمكنني أن أتمم الدفع إلا بالأمان عن طريق الفيس آي دي أو الكود ولكن إذا أريد أن أدفع من خلال الساعة لنفس البطاقة التي أضعها في الساعة وسأستخدها مثلاً ستي سي باي يجب أن أضع فقط كود أربع أرقام لأي شخص يعرفه لا يوجد أي أمان أكثر من هذا والبطاقة أصبح ممكن الوصول لها حساس اللايدار الموجود على الآيفون أحد أبرز الحساسات تقدماً ويعمل على تحديد مواضع الأجسام في المحيط الذي يوجد فيه وهو عدة فوائد أبسطها تحديد الأطراف في صور البورتري وتصل إلى تحديد مواضع الأجسام في الغرف المظلمة والواقع المعزز لبعض التطبيقات وتحصل أيضاً شركات كبيرة مثل ناسا تستخدم هذه التقنية في تقنيات الواقع المعزز مثلاً ومتوقع أبل ترفع كفاءة اللايدار هذه السنة وتضيف إمكانيات أبعد لمطورين التطبيقات على حساسات اللايدار الأمر الذي يمكن أن يعطينا بعد أكبر في استخدام الآيفونات ومنظومة مهمة متشوقين نرى نظارات الواقع المعزز من شركة أبل الجيل الخامس تأخر شركة أبل فيه تبنيه ولكن عندما تبنيه، كل الناس فرحوا بأنه في المؤتمر تعرفوا ماذا يفعلون بنا؟ 5G تعرفوا أن الشركة الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية سرعات 5G ليست عالية معه بل أن المنافسة على 5G في الآيفونات أرى أنها في المملكة أفضل من أي مكان ثاني في بعض الدول أكيد تقدم ولكن لدينا سرعات خرافية شيء ممتاز من ناحية السرعة ولكن حول العالم التجربة ليست بالمثلة ودعم الجيل الخامس في عائلة الآيفونات 12 ساهم بشكل كبير في زيادة انتشار الهواتف المتبنية لهذه التقنية ومتوقع أيضاً هذه السنة أن أبل تستخدم مدم سناب تراجون X60 بعد النسخة السابقة التي كانت X55 وهي تعطي أداء أفضل والتفاصيل معقدة ولكن دعنا نقول أنه يصبح دعم ترددات أكثر ويعطي سرعات أفضل ولو تكلمت 5G، يجب أن أتكلم عن الواي فاي 6E الواي فاي العادي هو الواي فاي 6، وهذا الجيل الجديد ولكن سامسونج جاءت تقنية مع الواي فاي 6E وتردد 6 جيجاهرت يستخدم في الواي فاي مما يعني أنه أمان أعلى وأيضاً موجات ما سبق استخدامها في الواي فاي فما سيكون فيها الاختناق ولا سيكون فيها المشاكل وللتوضيح سويت لكم فيديو عن الواي فاي 6E يجب أن تذهبوا في القناة، هناك كمية علم مطبيعية لابد أن تردوه لأن الواي فاي 6E هو شيء الضخم القادم في كل بيوتنا النتوء مشكلة كبيرة على الآيفونات وأكيد نتوء أصغر يعني شاشة أكبر لا تدفعوا ٥٦٠٠٠ ريال و ١٥٠٠٠ دولار وفوق على هذا الجوال لماذا يكون النتوء أقل؟ يا جماعة، هناك شاشات كاملة جميلة بدون حتى لا نتوء ولا كاميرا أمامية لماذا أبل لا تفعل هذا الشيء؟ النتوء بدأ مع الآيفون ١ واستمر إلى يومكم الحالي مع أي آيفون شاشته كاملة وبكامل العتاد بدون تغيير واضح الفرق كان أن أدائه أسرع قليلاً التوقع الآن هو أن النتوء يصغر بحيث أن أبل تدمج بعض الحساسات مع بعض هناك كلام بأن النتوء يكون أقصر وأنحف هناك كلام بأن يكون هناك ثقب للكاميرا الأمامية في نفس الشاشة لكن شخصياً استبعد هذا الأمر لا أظن شركة أبل تتبنى الثقب إلا بالفعل عندما نعرف أن شركات كثيرة نزلت الكاميرا خلف الشاشة وكفاءة هذه الكاميرا خلف الشاشة عالية مع وجود حساسات خلف الشاشة لأنه يجب أن نكون حقانيين هناك شركات كثيرة، ليس فقط أبل ينتظر التقنيات من شركات ثانية وهذه التقنيات من شركات ثانية تنضج وتنتشر أو تموت فهنا أبل دائماً تتمنى الأشياء بتأخر ويمكن مع التبني المتأخر يكون وجود التقنية أفضل لأنه يعتمد على الذي ينتشر من تجارب غيرهم الأشياء التي نجحت من تجارب غيرهم دعم واحد تيرابايت من الذاكرة يمكن أن يكون أمر واقع حسب التسريبات ويكون هذا الأمر مهم لكثير من المستخدمين على الأقل، الخيار المفروض يكون موجود لأعلى فئة من الآيفون اليوم أحجام الملفات والصور والفيديوهات كل ما لها تصبح أكبر ومحترفين التصوير بالذات يحتاجون مساحة أكبر خصوصاً في الجودة العالية في أداء الكاميرات التي توجد الآن مع الآيفونات الجديدة تخيلوا أن تصوروا 4K مع 60 إطار ويمكن الآيفون يصور إطارات أعلى مثل 8K مع أجهزة سامسونج ولكن لو لم تصوروا فقط وعندكم زحمة صور وفيديوهات واتساب لم تتمسحوا فيه الصور والفيديوهات وعشان لديكم كثير من الأمور التي تأتيكم في نفس الغروبات وملفاتكم لا تريد أن تتفرغوا وترتبوها وأكيد لديكم خفصة كثيرة موجودة في نفس الآيفون فبالتالي، يا أنكم تدفعوا دولارين شهرياً لشركة أبل وتحصلوا على سحابة، لا ننسى الموضوع ليس فقط دولارين يا جماعة اتصال الإنترنت والوقت الذي ترفع بيانات وتتحمل لكم هذه تأخذ من نفس إشتراككم إذا كان محدود فأكيد الموضوع ليس مجاني بالكامل أضيفه إلى ذلك أن الصور لن تكون مخزنة عندكم ستكون مخزنة عند غيركم وأنتم عندكم منسخة مصغرة منها ويمكن هذا الخيار ليس الأنسب عند الكل فـ 1 تيرابايت على جوالات التي تصل إلى سعر ١٠٠٠٠٠ لماذا لا؟ أقل الحقوق ذاكرة ما أجبت لنا خارجية، لماذا لا يكون في هذا الأمر؟ أرجع وأذكر، أنا في هذا الفيديو أتحدث عن الآيفونات القادمة لا أتحدث عن أجهزة الأندرويد أجهزة الأندرويد سباقة في تبني الكثير من التقنيات الشاشة القابلة للطي نتحدث عن الكاميرا المخفية خلف الشاشة حساسات مخفية خلف الشاشة إمكانيات أكثر من ناحية أداء السعة التخزينية يا جماعة، هناك أجهزة أندرويد رخيصة بثلاث شرائح وبطارية عالية وأيضاً كالذاكرة خارجي فنتحدث عن القدرات الموجودة في أجهزة الأندرويد تعتبر بحر لماذا لا تجلب الآيفونات خصائص أكثر من هذا النوع؟ تبني أكثر ومنظومة أفضل لماكسيف لحظة، الماكسيف طلع مع نفس الآيفون 12 ومنظومة حقته وجدنا أن الماكسيف انحصر على كم غلاف وشاحن لسلكي ومحفظة هذا ليس عملي الأمر أبداً ولكن مع بعض التسريبات، رأينا أن تقنية الماكسيف في الآيفون القادم يكون هناك أكسسوارات جديدة مثل البطارية الخارجية بالشحن اللاسلكي والذي يتمكن شحن الآيفون ولكن بصراحة أتوقع أن تعديت مرحلة بشحن بسيط بطارية اللاسلكية تنشحن كثيراً ونزلوها على أجهزة مختلفة كأكسسوار ولكن لو كان الشاحن يدعم الساعة من الجهة الثانية فهنا أعرف أن المستخدم يستفيد أكثر من الأكسسوارات فأبل لديها منظومة خرافية لماذا يستفيد من هذا الأكسسوار منتج واحد ولا يكون هناك تعدد من الاستفادة لأكثر من منتج لماذا لا يكون هناك قاعدة خاصة للماكسيف تنحط وراء الجهاز وبالتالي أستطيع أن أضع شحن اللاسلكي لهم من خلال الآيفون عن طريق هذه القاعدة والتي تسهل على نقل قطعتين من التقنية بدل ما يشيل لهم كل واحد الحال وآخر شيء، لماذا يأتي الآيفون بمنافذ؟ إذا أبل سوتها وعلى الأقل لأحد من الأجهزة يمكن أن يستبقوا الناس بشيء جداً متطور سيكون هناك مشقة في أنه دائماً لدينا شاحن لاسلكي ولكن لا أحد ينكر أن الشحن اللاسلكي سهل بالذات عندما نقول بأن هناك وجودنا على المكاتب بدون ما نحتاج أن نستخدم الكيابة الموضوع في تغيير الأساليب الشحن، يكون لديكم قاعدة أساسية للشحن اللاسلكي خلال المساء وإثنان نومكم تضع الجهاز على شاحن اللاسلكي الشحن يكون أبطأ وأيضاً، يمكن أن هذا الأمر يعود إيجابياً على البطارية وحياتها فأكيد لو جاء جهاز بدون منافذ، يمكن أن أبل توفر فلوس وليس هناك سلك داخل العلبة ولكن أيضاً، ندخل على جيل جديد من الأجهزة أقوى، أمتن، ومقاومة أعلى للموية والغبار ويمكن إن شاء الله لا يكون أغلاء، وكل شيء أغلص ناهيكم على المنتجات الأخرى التي توقعنا هذه السنة من شركة أبل وأتمنى أن أبل تجيب هذه السنة للمنتجات فيها احتواء أكثر للبعض عندما نرى تسريبات تبين لنا ماكبوك برو يمكن أن يكون هناك شاحن ماكسايف ليس غلط يا جماعة، أعطونا أشياء كذلك دعوا المنظومة تنسجم أكثر مع بعض لماذا أضطر أشتري أكسسوار بحوالي ٦٠٠٠ ريال لكي أشحن الجوال مع الساعة؟ لماذا؟ لماذا يكون هناك تناغم بين الأجهزة أكثر مثل التناغم الذي أنا أراه من سامسونج، هواوي وغيرها من الشركات؟ لديكم كفاءة يا أبل بشكل عالي، دعوا المنظومة تميل على الربحية حقكم ولكن أيضاً تعطوا فيها عملية لنا كمستخدمين وإن شاء الله يا رب العالمين تتفقوا معي على هذه الأمور وماذا أريدكم؟ تراكم من تقنيات في الآيفون الجاية في التعليقات ونهاية الفيديو سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أراكم على خير، بإذن أحد أحد، سأشاهدوا فيديو الواي فاي ٦